وبقول للناس لو اي حد فيكم كان بيساعد حد عشان يمنع مرأس اخته عشان ربنا سبحانه وتعالى لا يمحق البركة من بيتك ومن حياتك ما تساعدهش توقف عن مساعدته وتعالوا نتحالف ونتعاون ونتماسك على ان احنا هذه الظاهرة نتخلص منها وتعالوا من البرنامج ده تعالوا نعمل مبادرة اسمها مبادرة ايه مبادرة حب الحبيب بتنفيذ وصيته نقول ايه عن نفذ وصية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونسمي المبادرة ماذا المبادرة تنوير الحياة والمجتمع بوصية النبي المتبع تنوير الحياة والمجتمع بتنفيذ وصية النبي المتبع يابيه وامي صلى الله عليه وسلم عايزين السعادة عايزين الفرح مقدم نشغل ان احنا نتبع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع حضرة النبي بيوصلنا لايه؟ لمحبة مولانا واللي ربنا يحبه يسعد ايامه ووقته يا رب اجعلنا من اهل اتباع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واجمعنا جميعا على هذه المبادرة ان احنا نرد الحقوق لاهلها ونكتب كده ان مصر خالية من ظلم النساء في مرسهم يا رب اكتبنا في هؤلاء وارحمنا برحمتك واجعلنا ممن يخفون على بابك بالعدل والفضل والجمال بعد الفاصل ألقاكم عشان نجاوب على اسئلتكم المباركة فانتظرونا رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها اسئلتكم وبنتلقى عليها ترشحاتكم لحلقات الجليس وكمان تطبيقاتكم على شرحنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدخل حضاري وناخد اول سؤال اللي وصل لنا سؤال من السيدة زينب البحيرة أستاذ زينب ألو أي وصلا عليك اتفضلي يا فانت لو سمحت فاضلت الشيء انا بسأل عن صيام التلات ايام اللي هو من اول كل شهر عربي طيب والهم التلاتة بتوعى المرس بس التلاتة اللي هم الاولين ده فيه ناس بيقولوا حرام واللي هم اللي في النصف هم اللي بينصام حرام يعني بيقولوا يعني الناس بكل عطلية كده وكل جرء على الدين بيقولوا ان الصيام اول تلاتة ايام حرام واحدة قالت ده نبعدت السؤال ده الشيخ عن نت وقال لي لا ده المضي الصموش طيب ممكن يكون النت بايز ولا حاجة أو ممكن يكون الشيخ نفسه فيه حاجة بايزة ولا حاجة خالص بس يا حاجة بس يا حاجة الصيام الصيام وخاصة في مثل هذا الشهر شهر شعبان أو في الاشهر ورد طب ما انا عايزك تجاوبني بعد ما خلص اسئلتك طيب واول سؤال صيامة تلاتة ايام من اول كل شهر اتفضلي ماشي طب انا عندي سؤال تاني انا تعرفت العملية نصده قبل كيبه وعايز اعرفهما ده المنشالم لعند ربنا وهيبقوا في نظام حسناتي ولا لا طيب الفلوس ما رجعت لكيش اه الفلوس ما رجعت لكيش لا لا ما رجعت ليش طيب انا بس ادعى عن الشخص على المنط نصده ده بس ادعى الشخص تاني كمان يعني ماشي بتحتي كمان طيب في سؤال تالت عندي سؤال كمان عندي سؤال كمان يعني فيه انا كنت قاعدة في مجلس وفيه ناس يقولي يعني واحدة كانت قاعدة يعني غضان عند اهله وكده فبيتقولي انه جزها يعني بعد العلاقة وما بيستحماش هل ده حرام ولا مش حرام اجاوب على حضرتك حاضر السؤال الاولاني يستخدم 3 ايام من اول كل شهر هناك من ذهب ان الـ 3 ايام البيض هم 3 ايام من كل شهر وهناك ليه لأنه بيظهر العلال وبيبقى بدي يبداية الشهر ولكن الصحيح ان الـ 3 ايام البيض هم الـ 3 ايام القمرية اللي منتصف الشهر فسواء كده او كده فهم بيختلفوا في ايه بيختلفوا في تفسير الحديث مش بيختلفوا في أن لو واحد صام التلات أيام الأول أو التلات أيام اللي في المنتصف هما بيقولوا لو الفضل هيبقى الفضل المين لكن صيام التلات أيام الأول من المستحبات والإنسان يحصى على ثواب عليها تعريف المستحب ما لو فعله الإنسان أثيب على فعله وإذا تركه لا يأثب يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى التلات أيام من أول كل شهر لو صاموا من الإنسان إن شاء الله يثاب عليهم وده والداخل في إصيام المستحب ده السؤال الأولاني السؤال الثاني لو حد تعرض للنصب وما قدرش يحصل على ماله إيه الثواب اللي بيحصل له ثوابين أول الثواب اللي عنده إذا صبر هو على ده وما جزعش وما توقفش عن الحياة وحياته بقت كلها هو مظلومية وإنه هو بقى ضحية في المجتمع ده لو هو صبر على ده وما حصلوش الكلام ده إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ياخد ثواب الصب أمر الثاني إنه هو ممكن يصل إلى الحال به إذا المال ده وتمرجعش إنه هو يتجاوز عن هذا المال فيتحول أجره على هذا العمل إنه هو خلاص من أهل الصدقة يبدوتي كمان يحصل له ثواب الصدقة إن شاء الله السؤال الأخير اللي هو السؤال الست اللي بتقول أنا مش عارف الكلام على مسألة الكلام عن الألاقة الخاصة أرجو أن ما يكونش فيه أي كلام عن الألاقة الخاصة دي من أسرار البيوت ويجب أن المجالس تصان عن هذا الكلام إنما لو كان في حد بيتكلم على المسألة الفقهية دي هل يجب أن يختسر الإنسان بعض الجماع القيوب لا إلا إذا كان هو يحتاج أن يصلي بعد الجماع مباشرة لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان على جنابه فهذا لا يتسبب له فيه فهذا ليس معصية فهذا ليس من المعصية كون إن ده من المستحب في كتين بقى من الخطابات الدينية وكتين من الفتاوى اللي أنت بتكلم عنها في النت والحياة اللي زي دي بشعوا حياة الناس وخلوا الناس أوه أدي النتيجة أدي النتيجة المجتمعية اللي احنا شايفينها لفوضى الفتاوى واحد لا يحسن الفتاوى أو واحدة لا دخل لها في الفتاوى دخل في قوله صلى الله عليه وسلم قتلوهم قتلهم الله إنما الشفاء العيس سؤال خلت الست تشوف جزة على إنه نجس أعوذ بالله ويا سلام بقى لو حصل إن الست دي كانت كمان موسوسة فتحس إنه هو بينجس البيت كله لا 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 خالص إحنا عندنا الحدث اللي هو جاي من الجنابة ده معنوي مش حسي يعني الأمر ده معنوي يعني إيه ده اسمه حدث والحدث وصف اعتباري مش حاجة فيزيائية وصف اعتباري يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص إبقى الحدث قضيته مع الصلاة لكن مش إنسان يتنجس لا إنسان مسلم ما بيتنجس إلا إذا كانت عليه نجاسة إلا إذا كانت عليه نجاسة وعشان كده لا ما يجيبش عليه إنه هو يختسل إلا إذا كان هو محتاج إلى الصلاة ولكي لا يخرج عن وقتها